بكرا لك أيا سحرتي كانت لتغطية الخيمة السيبرانية في جدة وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية السلالة الغذائية رمضانية على اللاجئين السوريين في مخيم الأزرق بالأردن وذلك ضمن الجهود الإغاثية التي يقدمها المركز للاجئين السوريين للتخفيف من معاناتهم جراء ما أصابهم من تهجير وتدمير كما وزع المركز 2050 سلة غذائية في مدينة حدن وضواحيها في صوماليا لاند تستهدف 12300 فرد تضرر من الجفاف الذي تسبب في نقص حاد بالمواد الغذائية كما يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم المساعدات العاجلة من المواد الغذائية والإيوائية للمنكوبين والمتضررين من تبعات عصار ماكونو الذي ضرب الجزيرة وخلف فيها أضرارا مادية جسيمة كما وزع المركز سلالا غذائية في عدد من المحافظات اليمنية شملت محافظات الحديدة وأبيان وشبوى ومأرب وحضر موت والمهر والضالع وعدا ولحج وتعز تستهدف النازحين وذو الاحتياجات الخاصة والمرضى في المستشفيات يأتي ذلك في إطار مشروع توزيع أكثر من 264 ألف وجبة إفطار صائم تستهدف ثلاثة ألف وجبة إفطار صائم